بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم جميعا يا ديكاترا مازلنا مستمرين معاكم وحاليا في محاضرة الفيديو الثاني وحنكملوا من البكتيريا ونكملوا باقي الشيت بالنسبة للبكتيريا يا ديكاترا حنحكو توا على بعض المعلومات بخصوص البكتيريا وكيف إنه هنا ممكن يضررن خلايا جسمنا بالنسبة للبكتيريا يا ديكاترا أول حاجة البكتيريا أنتوا عارفين إنه هنا كائنات بروكاريوتك وأكثر ما يميز الكائنات البروكاريوتك إن الخلايا امتعاتهن نلقى الدياني والارن اي فيهن يعوم في الصيتوبلازم لا يوجد عند الكائنات البروكاريوتك نواة تحتوي على المادة الوراثية جواها بل المادة الوراثية تكون مضطرتشة جوا الصيتوبلازم امتاع الخلايا البروكاريوتك على عكس الخلايا الايوكاريوتك زي خلايا جسمنا نحن تلقى إن هذه الخلية المادة الوراثية محافظ عليها ومحبوسة جوا عضو أو عضي اسمه النيوكلياس تمام المهم البكتريات يا ديكاترا على عكس الفيروسات أغلبهم كائنات إكسترا سيليولر فيه كائنات بكتيرية يسموا فيهن الأتيبكل بكتيريا الأتيبكل بكتيريا الأتيبكل لأنهن يعني فيهن خصائص لا يعتبر من خصائص البكتيريا وحدة من الخصائص هذه إنهن بكتيريات يريشان جوا خلايا جسمنا على حكس الشائع في أغلب البكتيريات إنه هنا كائنات إكسترا سليولار يعني لما يجن لنسيج من أنسيجة جسمنا البكتيريات هذين أغلبهن يكونن بر الخلايا ويضرن الخلايا من بره وما يخشل هنش جوه زي الفيروسات ما عدا بعض الاستثناءات في البكتيريا زي الكلاميديا وزي الريكيتسيا اللي يعتبرن آتيبيكل ووحدة من الأشياء اللي يعتبرن آتيبيكل على سباهن إنهن انترا سليولار الريكيتسيا والكلاميديا هذين إن شاء الله غير تخشوا لسنة رابعة إن شاء الله يا دكاترا هتقروا إن الكلاميديا في مادة العيون الكلاميديا وحدة من الكائنات اللي ممكن تضرب الملتحمة الكونجانكتايفا امتاع العين والدير لي كونجانكتيفايتس والالتهاب هذا مرات يدير لي مشاكل يؤدن حتى إلى البلايدنس إلى العمى وحنقروا كذلك إن شاء الله في السيستامك لما نخشوا في الفيميل ريبرودكتف أورغان باثولوجي حنقروا إن الكلاميديا وحدة من البكتيريات اللي ممكن تضرب الجينتال سيستم امتاع الفيميل وتأديلي إلى مشاكل يوصلا إلى العقم عند الفيميل تمام وبالنسبة للميكرو إن شاء الله لما تخشوا في البكتيريا حتقروا إن الريكيتسيا وحدة من البكتيريات اللي مرات لما تضرب أي إنسان تقدر إنها تخش لبلود فيزلز وتوصل في تيارة دم فلما البكتيريا هذه تخش في البلود فيزلز البكتيريا حتدير لي التهاب في البلود فيزلز شننسمو فيه التهاب البلود فيزلز نسمو فيه فاسكولايتس والأوعية الدموية يا دكاترا في كورسس الإنجري قلنا لما يكون فيه هنفاسكولايتس أو ماليجننت هايبرتنشن حيكون المعرضات إنهني تمزقا بنوع من النكروسس اسمه فبرينويد نكروسس تمام؟ ولو الأوعية الدموية عند الإصابة بالريكتسيا صار لها هنفاسكولايتس وتمزقا أكيده حيبدن شنو؟ حيبدن ينزفا حيصير عندي هيموريج تمام؟ فلما يصير عندي هيموريج البيشنت هذا اللي مصاب بالريكتسيا وعنده التهابات في أوعيته الدموية ونتيجة الالتهاب هذا الأوعية عنده بدن يتمزقا وينزفا حنلقى إن البيشنت هذا بدن يطلع عليه بقع من النزيف في جسمه بالكامل بالطريقة هذه فوحدة من الأمراض اللي تدير فيهن بكتيرية الريكتسيا وحتكون مميزة بالمرض هذا مميزة بالشكل هذا أو بالمنظر هذا وحدة من الأمراض اللي تدير فيهن اسمها Rocky Mountain Spotted Fever واحد من الأمراض اللي تدير فيه بكتيرية الريكتسيا في المرض هذا الريكتسي يتخش للأوعية الدموية واتدير لي فاسكولايتس والطربق الأوعية الدموية واتدير لي نزيف على هيئة بقع تحت الجلد فالإنسان يجيني مبقع صير لنزيف تحت الجلد هذا هو ليش سموها سبوتد كلمة سبوت معناها بقعة وحيكون البيشنط طبعا لأنه عنده عدوى في جسمه وفيه انفلميشن قاعد يحارب في العدوى هذه حيكون عنده أكيد فيفر هذا هو ليش سموها سبوتد فيفر كذلك في مرض آخر يدير فيه بكتيرية الريكتسيا اسمها ابيدامك تايفوس ابيدامك معناها جائحة المرض هذا يصير على هيئة جائحة تنتشر فجأة في أي مكان في العالم تمام المهم يا ديكاترا المعلومة اللي نبيكم تعرفوها أن الريكتسيا راه عائلة من عرم أنواع من البكتيريا يعني الريكتسيا لها أكثر من نوع ما يهم من نشتوى في الباثولوجي يهم منكم بعدين في المايكرو بيولوجي هذا بالنسبة لكلام العام على البكتيريا البكتيريا كيف لو نبنقوله كيف ممكن يضرننا نحن في جسمنا حرفيا فيه سبعة مليون ألف طريقة ممكن البكتيريات يضرننا بيهن في جسمنا أول طريقة أنه يفرزن سموم خاصات بيهن طبعا أنتوا قريتوا أن البكتيريات في منهن جرام بوزيتف وفي منهن جرام نيكتف أغلب البكتيريات لجرام بوزيتف عندهن سموم ممكن يضرننا بيهن اسمهن إكزو توكسينز اسمهن إكزو توكسينز لأن السموم هذينا حيفرزنهن البكتيريا أو خلايا البكتيريا لجرام بوزيتف إلى خارج منهن إلى الخارج هذه بكتيريا جرام بوزيتف الإكزو توكسين هو التوكسين اللي حتفرزه إلى خارج خليتها أما البكتيريات لجرام نيكتف البكتيريات لجرام نيكتف التوكسين اللي عندهن جزء منهن أصلا جزء من البكتيريا نفسها فإسمه اندوتوكسن لأنه هو مش حينفرز إلى خارج منها بل هو أصلا التوكسن هذا جزء منها بالتوكسن زادنا ممكن البكتيريا تضرنا هذه واحدة من الطرق ممكن البكتيريا تضرنا بالتوكسن متاحها سواء كان اكزوتوكسن أو اندوتوكسن كذلك البكتيريات فرضا قلنا أن هذا نسيج من أنسجة جسمنا وهذه خلية بكتيرية تبي تعدي تضرب النسيج هذا البكتيريا يا ديكات راح أتقروا في المايكرو أنه عندها لاصيقات اسمهن أدهيسنز اسمهن أدهيسنز اللاصيقات هذنها تستعملن البكتيريا علشان تلصق على سطح الخلايا اللي تبي تضربهن وبالتالي تبدأ بشكل مباشر بعدها تكسر وتدمر في الخلايا اللي لصقت فيهن هذنه فمرات البكتيريا تضرنا عن طريق استعمال اللاصيقات امتعاتهن اللي تلصق بيهن فيه خلايا وأنسجتنا وتبدأ تدمر فيهن والضر فيهن بشكل مباشر كذلك البكتيريات يا ديكاترا ممكن أنهن يضرن عن طريق استعمال عوامل الشراسة فيريولانس فاكترز الفريولانس فاكترز هذي هتقروها في المايكرو أكثر يا ديكاترا مثلا مثلا تذكروا قلنا في الانفلاميشن أن الأوعية الدموية أول ما أي جرام نيجتف بكتيريا تحاول أنها تخش لتيار الدم حتؤدي إلى تخثر الدم عليها علشان ما تنتشرش وحدة من عوامل الشراسة في البكتيريا أن البكتيريا مرات تمتلك إنزيم اسمه كواغيولايز كواغيولايز إنزايم الإنزيم هذا يجلط أو سوري يكسر الكواغيولايشن يكسر الجلطة فيخلي البكتيريا تنتشر وتعوم في الدم براحتها هذا واحد من عوامل الشراسة في البكتيريا كذلك نعطيكم حاجة أخرى معلومة أخرى مثلا البكتيريا يا ذكاترة بشكل عام يعني من زمان كانوا يستعملوا في مضاد حيوي مشهور اسمه البنسلين البنسلين هذا كانوا يستعملوا فيه للقضاء على البكتيريا البنسلين يحتوي في تركيبته على حلقة مهمة جدا اسمها بيتالكتام رينك بيتالكتام رينك البكتيريات بدن مع الوقت يطورا فيه إنزيم يكسر في البيتالكتام رينك اسم الإنزيم هذا بيتالكتاميز يفرزا فيه البكتيريات علشان يكسرن البيتالكتام رينك ويخربن البنسلين وهكي ينجن في مواجهة البنسلين وما يقدرش البنسلين إنه هو يقتلهن وبالتالي البيتالكتاميز رينك هذا يعتبر برضو عامل من عوامل الشراسة تمام واحد من الفيريولانس فاكتورز عوامل الشراسة هذنا يا ديكاترا مرات البكتيريا تكتسبها الاكتساب مرات البكتيريا تكتسبها الاكتساب كيف صار الكلام هذا حتقروه برضو في المايكرو لكن هنعطيكم الزبدة متاعها توا هذه بكتيريا وهذه بكتيريا أخرى البكتيريا الأولى هذه يا ديكاترا هي عندها حلقة ديان اي جواها الحلقة هذه اسمها بلازميد الحلقة هذه متع الديان اي هي الحلقة اللي مخزنا شفرة البيتالكتاميز او مثلا مخزنا شفرة انزيم الكواغيوليز اللي ذوه بالجلطة وهن الاثنين يعتبران فيريولانس فاكتورز ببساطة البكتيريا هذه مرات تطوع انها هي تساعد البكتيريا الأخرى عن طريق انها تصنع لها نصخة من البلازميد هذا وتعطيه لها وبعدها البكتيريا الأخرى تقدر حتى هي انها تنتج البيتالكتاميز والكواغيوليز انزايم وتكتسب مزيدا من الشراسة وهكي حضرنا البكتيريا أكثر وأكثر وهذا بالنسبة للبكتيريا يا ديكاترا والكلام اللي نبين اقروح عليهم توه هيكي كملنا البكتيريا ونخشوا للي بعدها واللي هن الفطريات انعدوا توه يا ديكاترا نحكو على الفنغاي نحكو على الفطريات تمام شوفهم آية المعلومات البسيطة اللي بناخذوهم على الفطريات الفطريات اول حاجة ايوكاريوتك يعني لما انبحتوا لأي خلية فطرية حنلقوا ان الخلية هذه جواها المادة الوراثية محبوسة فيه أورغانيل اسمها انيوكلياس على عكس البروكاريوتك زي البكتيريا تمام الفنغاية يا ديكاترا الخلية امتحن تكون محاطة بسيل وال كيف ما انتوا شايفين قدامكم جيدار غريض مصنوع من مادة كربوهايدراتية اسمها كايتن تمام المهم يا ديكاترا الفطريات ممكن ان هنا يديرا في جسمنا سوبرفيشيال انفكشن وممكن يديرا ديب انفكشن شن معنى الكلام هذا لما الانسان يجنه فطريات على الجنتال اورغانز من بره او يجنه فطريات على جلد كراعة لوطة في جسمه بين اصابعة مثلا هذه تعتبر سوبرفيشيال انفكشن لكن لو الفطر قدر انه هو يوصل لعند مثلا البرين ولا قدر يوصل لعند الليفر جوة ديب انصايد ذي بودي هذه تعتبر ديب انفكشن الحمد لله ان اغلب المست كامن فنغال انفكشن سوبرفيشيال انفكشن ومش خطيرات واجد لان الديب فنغال انفكشن ستكون انفكشن خطيرة والضر الانسان واجد الفطريات اللي يديران سوبرفيشيال انفكشن نسموه في الفطريات هذينها ديرماتوفايتس كلمة ديرماتو او كلمة ديرما جاية من كلمة جلد واللي هو يعتبر سوبرفيشيال اورغان تمام؟ فالكائنات الفطرية اللي يديران سوبرفيشيال انفكشن يسموه فيه اندرماتوفايتس وهذين اللي غالبا يضربا في الجلد يعني غالبا يديران في سوبرفيشيال انفكشن اوكي؟ وبالنسبة لي المرض نفسه لما الجلد في اي مكان في جسمنا يصاب بفطر المرض نفسه هذة يسمى تينيا فلما يجيك انسان في المستشفى او يجيك تقرير على انسان مستقبلا ويقولك ان الانسان هذة عنده تينيا شن معناها؟ معناها عنده منطقة في جلده مصابة بالفطر تمام؟ مصابة بفانجال انفكشن اوكي؟ وفي نوع من الاصابات الفطرية على الجلد يعني سوبرفيشيال انفكشن بسبب الفطريات مشهورة جدا وتصير عند الرياضيين بالذات خاصة في الجلد امتاع قدمهم يسموا فيها قدم الرياضي او آثليتس فوت تمام؟ الآثليتس فوت عبارة عن اصابة الجلد امتاع الفوت بنوع من الفطريات ويسموا فيها كذلك افطنها افطنه يسموا فيها بما ان اصابة الجلد بصفة عامة بالفطر تسمى تينيا فحتى هذه هيسموها تينيا تمام؟ ومن زمان في الاناتومي تذكروا شن اسم الارتري اللي جيني هنا ويمر ما بين الاصبع الاكبر وثاني اكبر اصبع في القدم اسم الارتري هذا كانت تذكره دورزالس لانه قاعد على دورزال سيرفس بيدس لانه كلمة بيدس معناها الفوت او القدم فهذه يسموا فيها تينيا بيدس بمقصد انه فيه سبرفيشيا الفنجل انفكشن في الاسكن تحديدا وين في الجسم في البيدس اللي هي في الفوت في اللاور لمب اوكي التينيا بيدس هذه يا ديكاترا ممكن تكون اكيوت مبدرك او ملهاش يوم او يومين كيف بدت او ممكن يكون لها شهور والانسان يعاني منها او حتى مرات اكثر من سنة وهو يعاني منها وفي الحالة هذه تسمى ميسيتوما اوكي هذين مجرد بعض المعلومات البسيطة اللي هم منكم في كورس الانفكشواص عن الفطريات وميهمناش نعرف اكثر من هكي نعدوا للي بعدها يا ديكاترا بعد الفطريات عندنا الطفيليات والنورمال افلورا نحكو عليهم بعض المعلومات البسيطة الطفيليات يا ديكاترا حتقروهم في البارة ينقسمن الى طفيليات احادية الخلية وتسمى بروتوزوة احادية الخلية زي طفيل البلازموديوم اللي دير لي في مرض المالاريا وطفيل اسمه طفيل الليشمانيا طفيل اسمه كلهم طفيليات عبارة عن خلية وحدة تركيبهم عليش قلنا في طفيليات احادية الخلية لان في طفيليات تكون عبارة عن كائنات متكاملة الجسم وعندها systems وorgans بالكامل اللي هنه الديدان والحشرات الديدان ما نقولوش عليهم وارمز في الطب نقولو عليهم هالمنث هذين كائنات متكاملة الجسم وعندهم digestive system وreproductive system وهكذا وكذلك الانسكتس والاركنيتس الحشرات يا ديكاترا على عكس الديدان والبروتوزوة الحشرات الانسكتس ما يقدرنش انه يخشن لجسمنا يعني مثلا عمر كامريتو حشرة تكون موجودة في الكبد مثلا او حشرة تكون موجودة في المعدة ما فيش غالبا الحشرات لما يبيضربا مكان معين في جسمنا يضربا الجلد من برا هذا هو ليش يسمو فيه اكتو براسايت لان كلمة اكتو معناها من برا على عكس كلمة اندو اللي معناها من جو واخيرا يا ديكاترا النورمال فلورا اللي تعيش فيه جسمنا بشكل طبيعي حتكون طبيعية ما دير لناش فيه مشاكل بشرطين لما تكون في النورمال سايت امتاحها ما تطلعش من مكانها الطبيعي ولما تكون قاعدة بي الاماونت الطبيعية بكميتها الطبيعية فمثلا بكتيرية الكوليستريديم ديفيسل نورمال فلورا في الانتستن لكن لو زادت بكمية اكثر من الطبيعي في الانتستن تدير لي مرض فيه القولون اسمه سودوميمريناسكولايتس ولو مثلا بكتيرية الإشيريشيا كولاي بكتيريا تعيش نورمال فلورا في الامعاء امتاعاتنا لكن لو خشت لي اليورينيري تراكت تعتبر اكثر سبب يدير لي في يورينيري تراكت اكثر سبب لالتهابات المسالك البولية ان الانسان المريض نفسا اللي عند الالتهابات بكتيرية الإشيريشيا كولاي امتاعها طلعت من الامعاء رقت لليورينيري تراكت فدرت له فيه التهابات يبقى النورمال فلورا لو زادت كميتها في مكانها الطبيعي او لو طلعت من مكانها الطبيعي الى مكان اخر في جسمنا حتعتبر كائن انفكشوص ومعاش حتعتبر النورمال فلورا فحتى هي النورمال فلورا من ضمن اسباب الانفكشن في جسمنا وهكي حكينا على اول طبك في شيتنا هذا بالكامل اللي هو طيف الكائنات الممرضة اللي ضررن الانسان نعدوا للطبك اللي بعده اللي هو هنقروا فيه مصطلحين مهمات لازم نفهموهن ونعرفوا شين معنى كل واحد فيهن الترانزميشن والدسامينيشن تعالوا بحثوا معايا يا ديكاترا بالنسبة لي الترانزميشن نحن خلينا نديروا رسمة بسيطة بحثوا معايا الرسمة اللي قدامكم يا ديكاترا تخيلوا لان الانسان هذا اسمه رقم واحد وهذا اسمه رقم اثنين الانسان رقم واحد مصاب بفايروس قاعد في جسمه الفايروس هذا مع كل سنيز مع كل عطس يعطسه الانسان هذا الفايروس حيطلع منه تمام ويطاير في الهواء فممكن ان الانسان رقم اثنين عن طريق الانهاليشن عن طريق انه يتنفس الهواء اللي عطس فيه الانسان الاول ممكن ان الانسان الثاني الفايروس هنا يخش لجسمه لو تنفس القطرات اللي يطلعن منه تمام فعن طريق العطس والتنفس ممكن ان الفايروس ينتقل من الانسان الاول الى الانسان الثاني الانتقال هذا الانتشار من الكائن رقم واحد إلى الكائن رقم اثنين هذا هو اللي نسموه فيه ترانزميشن فبغض النظر عن الطريقة اللي حتعبر بيها يا دكتور اللي تسمع فيه يا توا الترانزميشن تعريفه ببساطة هو انتقال الكائن الممرض من مصدر العدوى إلى انيو بيشنت إلى انسان جديد أو كائن جديد حيبدأ يحمل الكائن المعدي هذا جوه هذا مقصد من كلمة ترانزميشن انتشار العدوى من مصدر العدوى إلى المريض المسكين اللي توا حيكتسب العدوى وطرق انتشار العدوى طرق عديدة يا دكاترا ممكن تجيكم كتعريف وكشورت نوترا عرف لي شن هو الترانزميشن أو عرف لي شن هو الدسامينيشن وأذكر أمثلة على الطرق اللي ممكن يصير بيهن الترانزميشن أو الدسامينيشن أما بالنسبة للدسامينيشن لو نبينعرفوا شن معناه بحثوا معايا يا دكاترا الفيروس عند الإنسان رقم 2 كيف خش لي جسمه خش عن طريق الرسبيراتوري تراكت الإنسان رقم 2 تنفس قطرات الهواء اللي يعطسهن الإنسان الأول فعن طريق التنفس خش الفيروس إلى النوز إلى خشم الإنسان أهوة الإنسان رقم 2 تمام؟ وهكي بنجاح وصل الفيروس إلى جسم الإنسان رقم 2 الفيروس هذا نتخيله أنه هو فيروس يبي يستهدف الكبد ما يبيش يستهدف أي مكان أخرى في الجسم يبي الكبد شن هيصير؟ الفيروس هيبدأ ينتشر لوطة لين ما يوصل للرواية وعن طريق الرواية عن طريق اللنغز يخش للسيركوليشن ومن السيركوليشن إمتاع الدم الفيروس يوصل للكبد ويضرب الكبد ريته الطريق اللي قطعها الفيروس من نقطة دخوله في الجسم إلى العضو المستهدف الطريق هذه عن طريقها انتشر الكائن الممرض في جسمنا الطريق هذه عن طريقها انتشر الكائن الممرض داخل جسم الإنسان الانتشار هذا هو اللي نسموه فيه dissemination الانتشار هذا داخل جسمنا هو اللي نسموه فيه dissemination نسموه فيه dissemination ولو تذكروا في كرسة ثرمبوسيس شن حكينا على الحالة اللي ينتشرن فيها عرم جلطات في جسمنا مرة وحدة سميناها disseminated intravascular coagulation فكلمة disseminated أو dissemination معناها انتشار الحاجة في جسمنا فدساميناشن هو المقصود به انتشار الكائن الممرض من المدخل اللي يخش إليه في جسمنا إلى باقي أنحاء جسمنا المختلفة فلو نذكروا أمثلة على طرق الترانزميشن وطرق الدساميناشن أول حاجة لسكن كونتاكت لما يقعد عندك جرح في يدك وتعدي تلمس جرح في يد أو في جسم إنسان آخر عن طريق التلامس هذا ممكن الكائن الممرض ينتقل من مصدر العدوى إليك أنت كذلك الانهاليشن هذا اللي كان يصير لنا أيام الكورونا أيام الكورونا كلنا كنا نلبسه في كمامات خوفا من أن أي حد مصاب بالكورونا يأطس يطلع منه الفيروسات ينتشرن في الهواء ونحن نتنفسوهن فنصابوا حتى نحن بالمرض وينتقل إلينا الفيروس كذلك في طريقة اسمها فيكال أورال روت شن معناها فيكال أورال روت يا ديكاترا معناها أن الكائن الممرض يكون يعيش في الجهاز الهضمي عند مصدر العدوى مثلا طفيل الانتميبة هستوليتيكا واحد من الطفيليات اللي يعيش في الجهاز الهضمي تمام؟ لو أن الإنسان صاحب العدوى واللي الطفيل هذا موجود في جهازه الهضمي لو أنه طلعا منه فيسس فضلات حيكون الفضلات هذنه محملات بالكائن الممرض إذا الفضلات هذنه لوثا مصدر أكل معين وجاء إنسان آخر كلا الأكل هذا بدون ما ينظفه وبدون ما يغسله كويس الكائن الممرض حيخش للأورال كيفتي امتاع الإنسان اللي تناول الأكل الملوث هذا وبالتالي العدوى حتنتقل إليه والكائن الممرض حيخش في جسمه فلأن الكائن الممرض في الطريقة هذه طلع مع الفيسس من مصدر العدوى وخش للأورال كيفتي امتاع الإنسان مستقبل العدوى سموا الطريقة هذه فيكال أورال روت كذلك في طريقة ينتقل بها الكائن الممرض عن طريق السيكشوال انتركورس زي ما يصير مع فيروس الهيباتايتس بي وزي ما يصير مع فيروس الـ HIV ينتقلن هنا الاثنين بالطرق السيكشوال وفي كائنات ممرضة ينتقلن إلينا بعضات الحشرات انسكت بايت أشهر كائن ممرض على الشي هذا طفيل البلازموديوم اللي يدير لي مرض الملاريا ينتقل عن طريق عضة بعوضة اسمها الأنوفاليس تمام؟ كذلك ممكن الكائن الممرض ينتقل عن طريق استعمال الأباري ممكن يا دكاترة خاصة عند الناس مدمني المخدرات drug abusers مدمني المخدرات اللي يستعملوا فيه الحقن في الوريد intravenous injection ممكن انهم يستعملوا الأباري أكثر من مرة فلو ان أي حد فيهم عنده كائن ممرض في جسمه السرينغة الملوثة بالكائن الممرض هذا لو ان أي حد آخر استعملها حينتقل إليه الكائن الممرض وهذه طريقة شائعة جدا لانتقال بعض الكائنات الممرضة كيف فيروس الهيباتايتس سي هيباتايتس سي فيروس أكثر طريقة ينتقل بيها للمرضى عند مدمني المخدرات باستعمال حقن الوريد الملوثة كذلك في طريقة انتشار للكائنات الممرضة اسمها vertical transmission وهذا مقصود به انتشار العدوى من الأم لطفلها من الأم لطفلها وهنا في حاجة جميلة نوضحوها يا حبذا إن الأم عند ما تنقل العدوى لطفلها فيه ثلاث احتمالات لنقل العدوى هذه أفضلوا معايا وركزوا معايا كويس يا ديكاترا نديروا رسمها بسيطة هنا هذه الأم ونقولوا مثلا إنه هذه يدها وهذه يدها وهذه بطنها تمام وعندنا في البطن هنا من موجود قاعد يعوم هنا العيل الطفل اللي هي حامل به وهذا الرحم امتاحها خلونا نرسمه هذا الرحم امتاحها وهذه المشيمة وهذا يسيدي الحبل السري هذا الحبل السري أوكي مرات الكائن الممرض الفيروس مثلا على سبيل المثال يكون قاعد في دم الأم فأثناء الحمل الفيروس من دم الأم يخش للمشيمة للحبل السري يعدي لدم الطفل ويضربه فالكائن الممرض مرات أثناء الحمل ينتقل من دم الأم عبر المشيمة لدم الطفل ويضرب الطفل حتى قبل ولادته أصلا هذه طريقة اسمها ترانس بلاس سنتال انفكشن أو ترانس بلاس سنتال سبريد انتشار من دم الأم عبر المشيمة إلى دم الطفل ومرات مشكي تنتقل العدوى في احتمال ثاني اللي هو شنوع مرات هذه الأم وهذه ديها مثلا زي ما قلنا وهذا بطنها وهكي اللاور لمب وهنا اللاور لمب مرات الكائن الممرض يا ديكاترا يكون قاعد يعوم أو قاعد لاصق على الجنتال أورغنز يعني انتاع الأم من بره يكون مثلا الكائن الممرض قاعد على الفجاينة من بره فشن يصير لو الكائن الممرض قاعد عايش على الفجاينة من بره معناها خلال الحمل الطفل مش هيصير لشيء المشكلة حتكون خلال الولادة لأن خلال الولادة الطفل هذا حيطلع من الرحم من اليوتيروس عبر السارفكس ويطلع عبر الفجاينة إلى بره العالم فهو طالع عبر الفجاينة الطفل حياخذ معاه الكائن الممرض هذا وتنتقل إليه العدوى يبقى ثاني طريقة لانتقال العدوى من الأم لطفلها هي أثناء البرث عبر البرث كناو عبر قناة الولادة لو كان الكائن الممرض ملوث قناة الولادة وبعد الولادة خلال عملية الرضاعة خلال البرست فيدنج مرات الحليب اللي يطلع من الأم يكون محمل بالكائن الممرض نفس ما يصير مثلا مثلا مع الهيباتايتس بي فيروس فيروس الهيباتايتس بي ممكن أن ينتقل من الأم أثناء الرضاعة لطفلها فكلمة Vertical Transmission معناها انتقال العدوى من الأم لطفلها يأما خلال الولادة عبر المشيمة يأما خلال خلال الولادة عبر البرث كنال يأما خلال الحمل عبر المشيمة أو بعد الولادة عبر البرست فيدنج وآخر طريقة للانتقال اسمها الطريقة Zoonotic ربطوها بكلمة Zoo واللي معناها حديقة حيوانات بيشتعرفوا أن كلمة Zoonotic Transmission المقصد منها انتقال الكائن الممرض من حيوان من أنيمل إلينا نحن البشر وأشهر مثال على الشيء هذا فيروس الكلب فيروس الريبيس ريبيس فيروس وين يعيش سمحوني على المقاطعة يا ديكاترا فيروس الريبيس اللي هو فيروس الكلب وين يعيش؟ يعيش غالبا في السنون متاع الكلاب جديات وحتى الحيوانات البرية الأخرى تمام؟ زي الراكون مثلا لكن مش عندنا في ليبيا أكيدا المهم الحيوانات هذنا يكون سنون هن ملوثات بالفيروس فلو عرضا الإنسان الفيروس هيخش لجسم الإنسان العدوى هنا تعتبر كنها لا تعتبر insect bite ولا تعتبر صارت عن طريق استعمال الإبر الملوثة ولا عن طريق sexual transmission مثلا بل انتقال العدوى هنا نقوله عليه zoonotic جاء من أنيمل إلينا نحنا نوقفوا عند الفيديو نوقفوا الفيديو هذا عند النقطة هذي نكملوا إن شاء الله مع الفيديو جاي يلا بينا شكرا شكرا